أنك تربط ضعف القوات الأمنية واستخدامها من قبل بعض الأحزاب لأغراض انتخابية تربطه بقانون الأحزاب الذي يسمح هذا القانون بإبعاد أي حزب لديه قوة مسلحة وكل حزب لديه قوة مسلحة بالتالي يضعف القوات الأمنية بكل تأكيد عدم رغبة البعض من الأحزاب السياسية المتنفذة للعمل بقانون الأحزاب لديه الكثير من العلامات الاستفام ومنها خشتهم من كشف هويات هذه الأحزاب ومصادر تمويلها سواء من جهات خارجية أو من فساد مالي موجود على أرض الواقع في قسم المحافظات وقسم المشاريع هذا الفساد سيؤدي إلى زعزعة الوضع وكذلك بيول القوات الأمنية وعدم استقلاليتها وارتباطها بجهات سياسية هذه مصيبة أكبر مصيبة الأموال وأكثر من مصيبة الفساد المالي في تلك المناطق القوات الأمنية وابناء القوات الأمنية دفعوا المئات وآلاف الشهداء والجرحى من أجل صيانة حدود البلد ومن أجل تحرير البلد من دنس داعش والجهات الإرهابية لكن أن تستغل هذه القوات الأمنية لصالح أزاب سياسية هذا سيؤدي إلى كارثة مستقبلية بحق الناخب العراقي